رياضة القوة البدنية معكم نيزار بالليل من مدينة طنجا رياضي محترف في رياضة القوة البدنية Powerlifting رياضة القوة البدنية هي نوع من رياضة رفع الأتقال تختلف شيئاً مع رياضة لالتيروفيلي هي فيها ثلاثة حركات فيها سكوات والبنش بريس اللي هو الدفع للصدر والديدليفت الرفعة الميتة كان ثلاثة الحركات كان بطولة Powerlifting وكان بطولة خاصة بالبنش بريس اللي هو الحركة الأكثر شعبية في العالم عندي أربعة ميداليات ثلاثة منها ذهبية وهذا في الدية أخروها في 2019 في جنوب إفريقيا وعندي مشاركتين في بطولة العالم وهذا في كندا في 2018 وهذا في اليابان في توكيو في 2019 كنت حصلت على مرتبة التاسعة ومرتبة السادسة نحن نشارك رياضة القوة البدنية فيها الكلاسيك اللي هو بدون الملابس الدائمة يعني كانت تكون القوة ديالك 100% وكان بطولة بالملابس الدائمة نحن ما كنشاركوش فيها الرقم القياسي ديالي في أهلو الترينمون هو مئتين وخمساد الكيلو والرقم القياسي ديالي أوفيسيال مسجل هو 187 كيلو ونص نحن ندره على الدفع على الصدر كاللعب فئة ناقص 105 كيلو غرام وهذا الرقم عندي الرقم قياسي الوطني للفئة ديالي و لجميع الفئات إذا السنة 2020 ذات السنة بيداء بالنسبة لرياضة القوة البدنية وبالنسبة العديد من الرياضات تلغوا فيها جميع الأنشطة الوطنية تلغوا البطولات القرية والعالمية تلغوا إذن كنا عمليم سترين برنامج البطولة العالم ودبا إن شاء الله سنحاولون الهدف ذيالي السنة القادمة ستكون بطولة إفريقيا الحفاظ على اللقاب الضبطة الإفريقيا في شهر 6 إن شاء الله وفي شهر عشرة في أكتوبر ستكون لدينا بطولة العالم وإن شاء الله سنحاول نطلع البوديوم لأول مرة هذا العام كانت الأمور صعبة جدا بالنسبة للرياضيين لأن القاعة الرياضية عندنا مثلا في مدينة طنجا وفي بعض المدن تشدوا لمدة 7 أشهر يعني ما تريدناش مزيانة العام دابا عددنا كنروكوپيروشويا هذه الأسبوع السابع ديال الركوبراسيون دابا وصلت الوحد ثمانين في المياه لفورس ديالي إن شاء الله من هنا يوم في الأول السنة نكون واجد إذا كانت شيء بطولة وطنية نعمل فيها شيء رقم قياسي جديد إن شاء الله كانت تبقى بطولة إفريقيا الأخيرة في سنة 2019 في أفضل ذكريات ديالي ديال مشاركات الدولية اللي قدرت نحقق فيها ميداليتين ذهبيتين في أثناء قسمية وخمسة كيلو جرام أوبن وماستر لعبنا أنتلي جاموانا والمدرب كان الهدف ديالنا هو ميدالية ذهبية مشي هو الرقم لأننا كنا نقدروا نمشي أبعد من 187 كيلو جرام ونص ولكن الهدف ديالنا كان هو سوقرو ميدالية ذهبية كان الهدف ديالنا هو التعزف النشيد الوطني بجنوب إفريقيا والحمد لله تعزف مرتين حيث الميداليتين ذهبيتين كل وحدات تعزف على النشيد الوطني وبالمناسبة كان المغرب شارك بجوج دياليز أطليت شارك سنة نزار بالليل مدينة طنجا وعالي عاكيف كيمة المغرب وكيسكون في دولة الإمارات كان حقق ميدالية في الضياف فوز النقص 93 مستوى رياضة القوة البدنية في المغرب فهو في تحسن مستمر خاصة في سنة 2019 البطولات اللي تنظموا كان نتائج جيدة والحمد لله إن شاء السنة القادمة كان نطمحوا باش نفسه على مستوى الميداليات يعني باربيي للبلدان الرائدة في هذه الرياضة إفريقية اللي هي كتبقى الجزائر وليبيا ومصر وكان الأول مغربته إن شاء الله باش نفسه في عدد الميداليات بالنسبة لسنة 2021 إن شاء الله كان نطمحوا إن شاركوا بواحد عدد أكتر دياليز أطليت فالاتحاد المغربي للقوة البدنية برئاسات السيد محمد المامون غي نتضم بطولة في اللولة السنة باش يختار الفريق الوطني اللي غي يشارك في بطولة إفريقيا وكان عدنا بعض الأبطال واحد بطلة من دولة الإمارات بطل من دولة الإمارات اللي هو علي عكيف أيضا البطل حميد جمال من فرنسا باش نشاركوا بواحد على الأقل نشاركوا بواحد عشر دياليز أطليت إن شاء الله في بطولة إفريقيا إذن كانت منى من المسؤولين على الرياضة في المغرب الرياضة الفردية ياخدوا حقهم من اهتمام تهم وما بحالي ياخدهم بعض الرياضة الجامعية قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر